الكل لا يريد الاحتفاظ بالكرة والكل يلقي بالكرة في مرمى الطرف الآخر هذا هو حال الفاعلين في قطاع التجارة عقب الأزمة الأخيرة التي عرفت ارتفاعات محصوصة في عدد معتبر من المحاصيل الاضطرابات تخص مختلف الحلقات بدءا من الانتاج ووصول للأسواق الجوارية يعني انا نبيعها في خلال الحلقات الدوائرة في خلال الفاعل لديهم سيديه في تقاطق المطفل يتحقق في مرمى المائل سيديه في وحدة إلى 20000 تلوانا ويمكنها 10 مليون لشأنه بجميعها وهو مناه بجميعتها يتحقق الشخص المشكوة انه يتحقق بجميعها ثلاث دينار اökني ادلاث دينار تلاث دينار إنه يريد 25-28 دينار حاجة ما كاش طلعت الله غالب حاجة كاينة تنبع رخيصة شاكن بروبيت الجلوس على طاولة واحدة ووضع استراتيجية تشمل جميع الفاعليين أحد النقاط التي تحدث عنها ممثلو الجمعية الوطنية للحرفيين والتجار الجزائريين في معرض حديثهم عن حلول للأزمات المتركمة الحل الأول والأساس وكما يقال رأس الحلول هو تستير مخطط وطني يضمن استقرار الإنتاج يضمن زيادة الإنتاج واستقرار الإنتاج الحل الثاني هو لابد من تأهيل وتنظيم شبكات التخزين وغرف التبريد الأمر الثالث لابد من الإسراع في إنجاز عدد كافي من الأسواق الجوارية والتجزئة وحل آخر ضرورة تنسيق بين الهيئات بين المتعاملين تجاريين كما الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بين مصالح وزارة فلاحة وبين مصالح وزارة تجارة في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الجملة ندرة كبيرة في توفير عدة محاصيل فلاحية تعرف الأسعار ارتفاعا كبيرا منذ شهور عاجزت كل الهيئات عن إيجادة خلول لها فهل سينجح التجار في دفع الأمور نحو الاستقرار؟